بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين حديثنا اليوم له خصوصية خاصة خاصة عند الشيعة هذا الموضوع مهم جدا وأساسي وخطير سأحاول ما استطعت أن أقدم الفكرة بشيء من التبسيط والاختصار لعلي أستطيع أن أقدمها بالشكل السليم الشيعة خلال هذه الفترة فترة السنوات الماضية حتى اليوم ما وفقوا أبداً لتقديم أنفسهم للأمم وحتى للمسلمين وحتى لأتباعهم من الشيعة يعني لجمهور الشيعة ما وفقوا بتقديم أنفسهم كرجال دولة أو رجال رعاة حقيقيين لمصالح شعوبهم ولا قدموا أنفسهم كحامل رسالة للإنسانية أبداً على كل الصعود ما وفقوا بالعكس الصورة التي نشروها عن أنفسهم صورة مقيتة كاتمة مؤلمة الفساد والظلم والخبائث والدسائس والاستهتار بدماء الناس وبدماء المسلمين والفتن بشكل مروع مروع هذا الأمر هذا الأمر سيكون له نعكاساته الخطيرة جدا جدا مع المستقبل وقديما أنا حذرت من هذا لكن بعض الناس لا يفقخ على كل مثلا اليوم في بيروت السلاح اليوم في بغداد السلاح على الأرض شالي للبرلد فشل في الانتخابات هذا السلاح لا يريد أن يتنازل عن مكاسبه ما استطاع أن يحافظ عليها من خلال سندق الاقتراع يريد أن يحافظ عليها بقوة السلاح أنا موجود على الأرض لا أتنازل عن مكتسباتي يجب أن تبقى الدولة بيدي أنهب ما أشاء أظلم ما أشاء أفعل ما أشاء أنتم أمام سلاح لا تستطيعون علاجه إلا بالرضوخ عين النفس المشكلة موجودة في بيروت لمشكلة بيروت السلاح بقيوا سنة أو أكثر وهم يحاولون تشكيل وزارة ووعدوا الناس بالوزارة وإذا جاءت الوزارة ستنقذ وإذا جاءت الوزارة سيبدأ البلد بالانطلاق ما إن جاءت الوزارة حتى أوجدوا عذراً أقبح من ذنب اسم المحقق العدلي ما استقال المحقق العدلي عطلوا البلد عطلوا البلد والبلد يحترق الناس جياع البشر تحتاج إلى متنفس ما في هوى لا يبالونهم عندهم سلاح يستطيعون أن يشلوا البلد كل هذا معروف وإذا أردنا أن نكمل للمسيرة الحقيقة المسيرة مأساوية جداً لكن برس شيء أهم أهم على مستوى تكوين صورة مرعبة في الأسبوع الفائت انتشرت أخبار أن جامعة أو جامعات إسلامية جامعة إسلامية تنتمي إلى المجلس الشيعي الأعلى اللبناني يعني إلى مركز أهل العلم والعمائم والدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار المراكز الدينية الرسمية هي تقول نحن رعاة الدين والمحافظين عليه وناشيريه والدعاة إليه والأمرين هذا العنوان هاي المؤسسة الجامعية تبين أنها تزور شهادات بالآلاف بل بعشرات الآلاف مؤسسة مؤسسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المحكومة من الثناء الشيعي يعني الثناء الشيعي هم يديرون هذه المؤسسة بما فيها من مؤسسات وبما يتبعها من مؤسسات يعني حينما نقول الجامعة الإسلامية في لبنان زورت يعني الثناء الشيعي هم من أداروا هذا التزوير وهذا الناهب وهذا الإفساد الثناء الشيعي مع المجلس مع العمايم مع يعني الكتلة الشيعية الكتلة الشيعية هذا أمر خطير ليس أفراد نقول الله في كل طائفة أفراد سيئون ما الصحيح لكن حينما تصبح المسألة بهذا الحاجم على مستوى كل المؤسسات الشيعية في لبنان الثقافية والسياسية والدينية يعني معناته أنه في مشكل في الكينونة مشكل أساسي هذا البنيان ككل طيب حينما يقال بأنه عشرات الآلاف من العراقيين أخذوا شهادات عليا بين دكتورا وماجستير وهؤلاء من التيارات الإسلامية الحاكمة أيضا تيارات إسلامية حاكمة عشرات آلاف الشهادات حملها هؤلاء وكثير منهم صاروا نواب وصاروا وزراء وصاروا مسؤولين أساسيين بدوائر الدولة وصاروا مسؤولين أساسيين باختصاصات علمية أيضا يعني أنت عم تفخخ بلد بكامله فخخت العراق بالفساد من ساسه إلى راسه أنا أحب أن أتكون هذه الصورة حتى نقول أن هذا الفساد ليس فساد لص أو لصين في مجتمع لا فساد مجتمعي طيب يعني المراكز العلمية الدينية على دراية السياسيين وأحزابهم على دراية السلطة ومن فيها على دراية عشرات آلاف الشهادات ما بين لبنان والعراق وقبلها ترى بالمناسبة كثير من الإيرانيين أخذوا نفس الشهادات لكن بحكم اللغة لما يستطع الإيرانيون أن يأخذوا هذه الأعداد الضخمة من شهادات التزوير هناك عقل مجنون يستبيح كل شيء يستبيح الدماء يستبيح الأموال إنسان يقول أنا مؤهل لهذا الجانب العلمي هو غاش جاي بشهادة غير صحيحة تحمى المسئولية في مكان وهو يعرف أنه غير مؤهل فاسد يفسد ليس واحد وإنما مجموعة النجف تعرف قم تعرف طهران تعرف بغداد تعرف بيروت تعرف حار تحريك تعرف بربور تعرف بل يشاركون جميعا بهذا الفساد هذا فساد للأسف يرقى إلى فساد طائفة يعني طائفة فاسدة للأسف الشديد أين أصوات المحقين أين الذين يقولون لا للجريمة لا للفساد لا للتزوير لا للكذب لا للسرقة لا للعدوى بالعكس الكثير منهم يقول نحن أشداء نحن أقوي أقوياء على ماذا على الجريمة أقوياء على أنفسكم هذا الأمر يا إخواني ليس صدفة معلش خلنا أقول هنا سوف أطل على مجال مؤلم مجال واسع لكن الحديث لا يسع أن نتوسع في هذا الأمر في باختصار أهل البيت أهل البيت يعني أولاد فاطمة عليهم سلام الله بشكل أساسي ثم بنياش طبعا قلوب المسلمين تتعلق بأهل البيت القرآن أمر بمودتهم أهل البيت تعرضوا إلى أذى شديد دفاعا عن المسلمين دفاعا عن الحق دفاعا عن الإسلام لا يخفى أن في الماضي موضوع أهل البيت وعلاقة المسلمين بأهل البيت كانت شديدة رغم موقف السلطة الضاغط والذي يحاول الفصل لهذا كان كل من يريد أن يصل إلى أمر ما عند المسلمين أفضل طريق له وأوسع طريق وأرحب طريق هو أن يلاقي باب يطل به على أهل البيت يدعي أنه وكيل عنهم يدعي أن له علاقة سرية بهم يدعي بأنه له عندهم حظوة إلى النهاية وهذا أمر يعني شيء معروف مثلا الفاطميون أسس دولة عاشت 250 سنة جاء رجل إلى المغرب وادعى أنه هو وكيل المهدي عبيد الله المهدي والناس تحب أهل البيت هذه الدعوة فتحت له أبواب قلوب الناس وأسس دولة وعاشت هذه الدولة 250 سنة بني العباس كيف استطاعوا أن يصلوا ويهدموا دولة بني أمية ويبنوا سلطاناً عاش حوالي 600 سنة 500 سنة قصة طريفة أن بعد استشهاد الإمام الحسين أهل البيت يعني أغلب الرجال قتلوا وبقي محمد من الحنفية ابن الإمام علي والناس قلوبها عند أهل البيت محمد من الحنفية صار له يعني في قلوب الناس ما كان حينما توفى انتقلت هذه المكان إلى ولاده أبي هاشم حينما توفى أبو هاشم قيل أنه أوصى لمحمد بن علي بن عبدالله بن العباس يعني لأبوه لأبي جعفر المنصور هذه القيل حملها بن العباس وأسسوا دولة بن العباس ولهذا حينما انطلقت دولتهم في خرسان في خرسان شعار وكان الرضا من آل محمد مع العلم العباس يعني هو ما كان يعني أولاد العباس ما كانوا يحلموا بهذا الموقع لأن ماضي العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكان ماضي يمكن أن يوصلهم للسلطة قدمت أنا هذا الأمر لا أقول كانت قلوب الناس عند أهل البيت مجرد ريحة أهل البيت تعمل شيء طيب أهل البيت في صراع مع السلطة السلطة تحاصرهم تضيق عليهم ولهذا يكثر الحديث بالسر بالخفى يستطيع أي إنسان أن يوحي هنا أو هناك أنه يتحدث بلسان أهل البيت طيب أهل البيت هما ليسوا على تواصل مع كل الناس لهذا كثر الدلاسون والكذابون وتجار الدين وأصحاب المطامع ولا أصحاب المشاريع الدينية أو الثقافية أو السياسية أحدث معه باسم أهل البيت كنت أنا مثلا أجلس في مكان وأقول قال جعفر بن محمد أنا ليس لي علاقة بجعفر بن محمد ولم أره في حياتي آخر في مكان آخر كذا فحينما جمع الجامعون للروايات وجدوا تناقض رهيب تناقض رهيب بين الروايات المنقولة عن أهل البيت بدل أن يكون هذا التناقض بين الروايات دليل على كذب الناقل للرواية ذهبوا ليطعنوا بأهل البيت يطعنوا الحقيقة هو طعم لكن أنه لا الذي فعل الذي خلط الحابل بالنابل هذا الكذب مصدره نفس الإمام نفس أهل البيت لماذا قال حتى يحفظ الشيعة طيب ما هو بهذا ضيع الشريعة أنت حتى تحفظ الشيعة ضيعت الشريعة ضيعت الإسلام الذي ضحى في سبيله الأنبياء والأولياء والصالحون أنت يعني تبرر ضياع الشرع لحفظ الإنسان على كل حال هذا الأمر كان مرعب مرعب و أنقل لكم مختصر يسير إن شاء الله لا نطيل كثيرا مثلا رجل يقول عن نفسه الله موسى بن أشيم موسى بن أشيم راوي حديث عن الإمام جعفر يقول جئت إلى الإمام الصادق ويبدو أنه لأول مرة يلتقي كما تكشف الرواية سألته أو سأله تختلف الرواية هنا لأن الرواية ليست دقيقة لا تعرف هو السائل أو غيره وإن سألته عن آية فأجابا بنفس المجلس ثم دخل داخل فسأله عن نفس الآية فأجابه بجواب مخالف لجوابي استغربت أنا الآن أعطاني جواب مختلف لهذا الجواب ما به هذا الرجل لا يميهز فيقول أنا جئت من الشام من عند أبي قتادة الذي لا يخطئ بالواو إلى هذا الذي يخطئ هذا الخطأ العظيم يقول ثم جاء رجل آخر في نفس المجلس وأجابه بجواب ثالث فعرفت فعرفت أن الأمر تقية هذه الرواية ماذا تريد أن تقول لنا تريد أن تقول لنا هذا الخلط الهائل في الكذب من هنا ومن هناك ومن هناك هذا ليس من صناعة الرواة الكذبة لا هو الإمام كان ينشر هذا بين الناس ثم يبررون حفاظا على الشيعة حفاظا على الشيعة لم يبقى شيء من الإسلام بهذه الطريقة إذا كان الإسلام هو ما يقوله هذا الإمام وهكذا تجد كثير من الروايات بهذا الشكل ويبرر الإسلام أنا أحافظ عليكم حتى في الصلاة يقول أحدهم سألت الإمام أن ندخل إلى المسجد هذا يصلي العصر هذا يصلي الظهر في فوضى عند الشيعة قال أنا أمرتهم بذلك ليش قال حتى نبقي على أنفسنا وعليهم أنا لا أفهم كيف يبقي على نفسه وعليهم إذا صلوا بالأوقات الشرعية اللي عم يصلوا كل المسلمين بنفس الوقت الشرعي إذا صلينا الظهر بنفس الظهر وصلينا العصر بوقته حينئذ نخاف على الشيعة من الضياع أو من القاتل لا بالعكس إذا أنت ضيعتهم خليتهم كل واحد بمكان نعم بنخاف عليهم حتى من القتل هذا إذا بتلاحظوا حتى اليوم تدخل مساجد الشيعة تراهم نفس الشيء فوضى في المسجد ينسبون هذا للإمام بدل ما هم يعترفون أننا نجذب على بعضنا وهكذا الكثير من هذا الكذب حاولوا أن ينسي بدل أن يكون دليل على كذب الرواية وإسقاطها لا بالعكس حموا الكذبة ونسبوا هذا الكذب لأمة أهل البيت لهذا يعترف الكثير من فقهاء الشيعة قديما وحديثا أن هذه مشكلة فقهية كبرى مثلا خذ على ذلك الكافي الكافي للكلين أول كتاب فقهي موسوعة هو يقول يعترف يقول فأعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسعى أحد تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء يعني عن الأئمة ثم يقول ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد من أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم وقبول ما وسع من الأمر فيه بأي ما أخذتم من باب التسليم وسعكم ما أدري نعرف شيء ما أدري نعرف الصواب وين كله مختلط ببعضه بالأخير بيستند إلى رواية هم وضعوها أيضا حتى يطلعوا من الإشكال أي رواية اخترتوها مو مشكلة خدوها صرت أنا بدور الرواية اللي بتناسبني وباخدها من مجموعة الروايات المتناقضة هذا كلام الكوليني طيب شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي ماذا يقول المتوفي سنت أربعمية وستين ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أو أوجب حقه علينا يقول بعض الناس كلمة ممن أوجب حقه علينا لعله يقصد المفيد أستاذه لأنه فيه نوع من أعطاء الحق له نعم بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف فيهم أو منهم وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا طيب هذا التوصي وهكذا تأتي إلى مثلا على سبيل الفرض إلى الفيض الكاشاني يقول حتى انتهى الأمر أن تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولا أو ثلاثين أو أزيد بل لو شئت أقول لم تبقى مسألة فرعية لم يختلف فيها أنا لا قلت هذا الأمر واسع للأسف أنا لا أستطيع أن أقدم صورة كاملة أو ولو لأن الوقت يضيق لكن أريد أن أقول أن هذا الاختلاف الكذب جعل العلماء في حيص وضيص وفي كلمات مرعبة تسمعها من العلماء أنه ما أدري أننا نعرف الحقيقة لكثرة اختلاف الروايات فيما بينها وتضاد الروايات وأنا قلت أكثر من مرة أنه نادر جدا ما تجد رواي عندنا ليس لها ما يضادها وما يردها للأسف الشديد طيب هل هذا الفساد التاريخي هذا الفساد التاريخي المجنون يتبناه الكثير من هؤلاء الكثير من هؤلاء من هنا من هنا للأسف الشديد أنا أرجع ما نراه من فساد ومن ظلم ومن قاتل ومن تزوير من هالجنوح الهائل نحو الفساد ما ردوا إلى أن هؤلاء تتلمذوا على يدي هذه المجموعة من الفاسدين هؤلاء الكذبة الذين دخلوا في صفوف المسلمين الشيعة وأفسدوا كل شيء وأفسدوا كل شيء الحقيقة قلت أنا مرارا أن البلاء الأعظم على أهل البيت أدعياء حبهم وأدعياء الولاء لهم اليوم يعني إذا نظرت للسيرة العملية لجمهور المتدينين أن وإلى سيرة رسول الله وإلى سيرة أهل البيت الإمام علي والعسن والحسين والسجاد والباقر وكله لا تجد لا تجد جامع بينهما أنت حينما تكون تابعا لرجل تقتدي أثره يجب أن يبهين عليك المسار الذي كان يتبعه يعني أين نحن من سيرة رسول الله أين نحن من سيرة علي بن أبي طالب إذا ادعينا أننا نحن من أتباعهم اليوم المسيرة العملية لناسنا بعيد كل البعد هذا أمر خطير ومرعب جدا أمر خطير ومرعب جدا أنا أخاطب هنا الشيعة البسطاء وإذا في حدا لا زال يخاف الله يحسب ليوم حسابه يوما تعالوا يا إخوان نحن في معترك مجنون من الفساد الضارب الأطناب هذا بماذا فسر هذا التزوير الهائل على مستوى الطائفة كلها من إيران على العراق على لبنان ومن كل المؤسسات السياسية والثقافية والأخلاقية والدينية ثم هذا الدمار الهائل الممنهج لكل قيم الإنسان ثم تأتي لهذا المسكين البسيط الشيعي تحت عنوان محبته لأهل البيت يأتي هؤلاء ويزورون ويعبثون ويأخذوه إلى جهنم وسائط مصيرا تحت عنوين وأطر وكلها ليست سديدة وسليمة أنا أخاطب بعد هذا بشكل أساسي الشيعة وأعتبر أن الشيعة البسطاء الطيبين هؤلاء يريدون رضا الله هؤلاء يريدون طاعة الله هؤلاء يريدون الالتزام بالقرآن الكريم وبالشرع الشريف هؤلاء لو كانوا يعرفون أن هذا الكذب بهذا الحجم الهائل ما كانوا من أتباعه أبدا هؤلاء لو يعرفون أن القائمين في طهران أو في العراق أو في لبنان بهذا الفجور والعهر والفسق والكذب والغش لتركوهم أخاطب هؤلاء أقول لهم احذروا على آخرتكم إن كانت ضاعت عليكم دنياكم حاولوا أن تنقذوا آخرتكم اليوم الشيعة في لبنان يا إخواني آخر آخر وصية الشيعة في لبنان اليوم عمليا حينما يهدد أحدهم بمئة ألف مقاتل شيعي المجتمع اللبناني حتى يمنعوا من تغيير المنظومة الفاسدة حتى ينقذ الفقراء ومنهم الشيعة هاو المئة ألف هو أنت ووجارك وجارك وابن بلدك وابن قريتك وابن حيك أنت اللي جعت وليتدمرت وليل نهبت وإلى النهاية يهدد بكم حتى يبقي السرقة واللصوصية والعور والفجور والعدوان والفساد هذا أمر قائم ليس فقط في لبنان في العراق نفس الشيء أنتم الموجودين في ساحات بغداد اليوم تهددون السلطة لأنه آسيادكم ما استطاعوا أن يصلوا إلى المجلس النيابي نفس الشيء باختصار لو أن لو أن في قرية شيعية أو بلدة شيعية من الهرمي للجنوب خرج مجموعة في بعض القرى لو أنه خرج 200 أو 300 من الشيعة قالوا لا للفساد ونحن ضد الفساد الآدمي عندنا اللي بيعمل آدمي بعمله اللي بيكون نقي وطاهر إلى النهاية نحن معه أما اللي بيعطل البلد وبيسرق البلد نحن ضده أنا متأكد الآن أيها الشيعة بكم يحافظ على الحرام واللص والمظلم والظالم والقاتل والفاجر بكم تدمر البلد ويدمر المجتمع لو أن بعضكم رفع صوته في وجه الفساد الشيعي تبه لأنه رأس الفساد في لبنان الشيعة حكام الشيعة زعماء الشيعة هم عطلوا الدنيا أن تخرج بقرية ما قوة لا بأس بها من الناس تقول لا فقط هكذا تعلن موقف لا إيران بذاتها بتجي عبكرة للبنان لتعالج المشكلة وتلملم الأمر وبتعتبر أنه وصل السيف إلى حد القطع يعني الشريحة التي يبطشون بالناس فيها هذه الشريحة لا تقبل أن تستمر هذه الرذيلة يا إخواني إياكم حدا يصدق بأنه نحنا عام نقاتل للإسرائيليين وبدنا نصبر عيد الإسرائيليين لا بدنا نصبر عيد الأمر كان لا عم نصبر حتى نسرق ونسرق ونسرق ونفسد 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 ونحن في الحقيقة حلفاء الإسرائيليين والأمريكان هذه نصيحة لوجه الله أتمنى أن تجدوا جوابا لله جل وعلا شأنه يوم القيابة والسلام عليكم ورحمة الله